اسمع في دولة خليجية على سيرة الدول الخليج تعرف كيف بتساعد الشخص اللي بدي يروح يتجوز ومش قادر مثلا بالتكاليف بالتكاليف أهل المنطقة لا يعني ممكن تحكي زي هيك ممكن يوفروا لهم تلاجات غسلات للبيع طيب عاتيو كان طيب يوفروا لياهم اللي هم أهل المنطقة مو أهل المنطقة هو في مكان بتروح عليه بتقولهم أنا بدي مساعدوا بيساعدوك وبيعطوك هذا الأشياء أو ممكن يعطوك مبلغ لأنهم هيك عشان يتجوزوا عندهم حيلا تعرفي هيك هذا موضوع التكافل الاجتماعي كتير مهم قبل اليومين بقرأ بيزي أحكي بس هالنقطة بأفريقيا في مالي وغانا كنت قاعد مع صديق لأيلي راح يشتغل هناك فترة شهرين فكان عند بحكيلي على فكرة التكافل الاجتماعي عندهم بفكرة بسيطة جدا بتعرفي هناك للأسف فيش طبقة متوسطة في دول إفريقيا بكونوا فقراء يا بتحس أغنياء جدا صحيح فكانوا بشتغلوا بمشروع معين فعملوا غدا هذا الغدا كان لأهل قرية معينة فيه زي كيف إحنا بنحط صدور المنصف وإلى آخره كل صدر فيه رزه وعليه قطع لحمه أول إشي بيعملوا الأفارقة أول ما يجوا الأفارقة عند السدر اللي بدهم ياكلوا منه كل واحد بمد إيده وبأخذ قطعة لحمه حلو تمام من القطعة اللي معاهم كل مرة يعطوه الله وكيف يعني بكونوا متابعين عبعض يعني أنا الأول هاي الثاني أنا أعطيته أول مرة أكل الثاني بعدي بعطيها حتى بتلف الدائرة أدي أدي بسندوا بعض بهاي الحالة شوفي هاي الفكرة أنت لأنه هم شعوب فقيرة وشعوب يعني تعبانة فبالتالي شوف فكرة التكافل مش فيه أنانية مش فيه أنه أنا أخدت حصتي وخلصت وكلهم بنفس الليفل نحكي وكلهم بنفس الليفل فإذا واحد يعني ما لحق أنه يأخذ القطعة اللحمة مباشرة بيصفوا هدول ويعطوا درس هذا درس كتير كبير هذا يعني ياريت إحنا هيك بنقدر ترف لو إحنا بنعمل هيك بنكون عايشين بيميت نعمل عنجد بيكون كلنا مبسوطين عشان هيك لما فكرة صديقي محمود ومحمود صديق الإزاعة داني بحكي معنا اللي عنده مطعم عزوتي اللي يمكن يعني نشر عنه تقارير عديدة من كل المحطات وفضائيات العالم والكل حكي عنه فكرة التكافل هاي الفكرة النبيلة جدا اللي هو أنا أشتري ساندويش هي والساندويش التاني لحده تاني قديه بتخلي الناس فعلا مترابطة فيه ترابط عن جد سند لما تحس إنه حد الشخص هذا ما بيقربك ولا بيعرفك مثلا ممكن ما يكون شخص غريب بالنسبة إليك عم يسندك هذا الإشي بيعطيك هيك تفاعل تفاعل بالحياة فيه أمل إن شاء الله دائما أنه يكون تكافل الاجتماعي يعني فكرة مهمة جدا